بارح وانا بفرج على المباراة جاي بباري خاطر كده حاجة يعني رامر ربيعة من سنتين تلاتة كنا بنقول هو يطرع هيعتزل ولا ايه صحبات كثيرة وضهره وحاجات كتيرة خلاص الراجل بطر كورة وبعيد تماما عن المستوى رامر ربيعة عامل منتدى تاريخية أساسي منتخب مصر مكان ما بيتحركش رامر ربيعة يغيب حجاز يغيب ايه قلونش يغيب رامر ربيعة بقى محافظ على مكانه أساسي في منتخب مصر النادي الايلي حتى في التشكيل اللي انتو بتعرضوها للموسم الجديد رامر ربيعة هو الأساسي في كل التشكيلات ايه رامر ربيعة ده ايه لازم ياخد حقه شوية رابر يا باعي ممكن من العيبة اللي دايما الأمور بيهاجمهم طول الوقت يقدي كويس بيتهاجم بيقدي كويس بيعملوا من نفسهم مش شايفين بيقدي وحش دايما للهجوم شديد ايوة ايوة لما بيقى فيه أزمة لما بيقى فيه مشكلة مباراة سيئة زي مباراة الزمان بننتقد عادي ده طبيعي اللي بنشوفه بنقوله لكن بنتكلم على ران موسم كامل الراجل لعب مباراة كتير جدا والضغط في أوقات كتير جدا الراجل بيستعيد ذكريات موسم عاملو من عشر سنين لما كان بيلعب جنب حجازي سوفه منتخب مصر أو حتى حجازي لما يجيب بعد كده النادي الاهلي موسم من عشر سنين قدم نفس الكواليتي قدم نفس المرضوط أخطاء قليلة بيقدم مستوى ثابت في أوقات كتير جدا يجيد الخروج بالكرة الراجل بيكمل في الكرات العرضية بشكل جيد الراجل قادر أنه يكون حل بالنسبة لك في الخط الخلفي الراجل مركز جدا جدا وبياخد الخطوتين وأنا طبعا مليون في المية أنا بديك ردد لكابتون حسام حسن في مباراة مباراة في حاجات كتير جدا جوه الفرقة الراجل كان بدء بتشكيله كل الناس عجمتها قالك تشكيل بلاي ستيشن ولما روح لك للعيب التاني اللي بعد رامي هقولك تشكيلة البلاي ستيشن من اللي حماها في النهاية فرامي رأبيعة إنه لو نعرف بعض اللقطات المتحدرة لرامي إنه رامي كمان التركيز بيوديك لفين ده من الكريم أنا عناها على الكورة وعناها على المساحة وعناها على المدافع اعرف إن اللعيب يعرف إن اللعيب ده مركز وبالمناسبة اللقطة اللي أنا جايبها لك دي بداية المباراة في ديها تلاتة تقولك إنه التركيز من ديها تلاتة واجب لك لقطات لحد ديها 75 لما تصاب وطلع اللعيب اللي كان بيراب علي ده لفرمنتو ده بيلعب بيلعب كالتشو بالمناسبة ده مهاجم بيلعب بيلعب في هلاس فيرونا فنت بتتكلمش على مهاجم ما جاي من مجال أفريقيا يعني ده ما خلاوش شاف لحد ما خرجوا ببدل بالمناسبة الكورة كمان التيكوف بالتركيز من غير ما يسنن بيقولك الجاهزية بتاعة الراجل عاملة ازاي والتركيز بتاع رامي عامل ازاي بالإضافة طبعا لجودة الكراس بتعزيزه ما في الشك لكن بص الجاهزية الراجل طالع عامل التيكوف راكب الكورة بشكل ممتاز طالع فوق المدافع بتاع بتاع كاففيرد بشكل ممتاز وبص من غير ما يلمس الراجل طالع عامل التيكوف تايمينج ممتاز حاطة رأسية ممتازة مهاجمين كتير مهاجمين كتير ما بيحطش الكورة كده كمل كمان هات اللي بعديها والخطوتين اللي بقى ياخدهم دايما رامي مميز بيهم رامي الموسم الحال يا كريم الخطوتين وديها الدفاع كريدة لمرس الكولر مرس الكولر بقى طول الوقت محفظ كل المدافعين اقرأ الكورة قبل ما تيجي خد الخطوتين قبل ما تيجي عشان تحمي نفسك وما تستناش ان الراجل يستلم وياخد منها الكورة هتلاقي الراجل هنا الكورة رأسية يطلع يعمل التيكوف الراجل أطول منه بالمناسبة 190 سنطي اطول منه بيعمل التيكوف وبياخدها اللي بعديها رأسية بياخدها من نفس الراجل يرجع الكورة بتترد تاني يرجع ياخد الرأسية مرة تانية رامي ربيعة بيقولك قد ايه تركيز بدون اخطاء خروج بالكورة بشكل جيد حل مهم عند حسام حسن خاصة ان كان بيلعب جانب وحمد فاتح لعيب كبير لكن في الاخر او من سنتر باك انه يبقى قادر يحافظ على الصلابة هنا كمان التغطية وراء محمد هاني بشكل ممتاز ناحية اليمين عشان كده رايح انه انا بشوف وجهة نظر الفنية انه لا رامي يلعب في الاهل يفضل يلعب ناحية اليمين وفي عملية الخروج بالكورة